عيسى منذ تأسيسها العام 45 لم تستطع الجامعة العربية تحقيق الإجماع بين أعضائها في مختلف القضايا المصيرية التي عرفتها البلدان العربية فكان الاختلاف في الرؤى سيدة كل القمم وبقيت قراراتها حبرا على ورق ومنذ نشأتها هيمنت مصر على الأمانة العامة للجامعة العربية حيث نجد سبعة أمناء مصريين من أصل ثمانية وهم عبد الرحمن عزام وأيضا الأمين والعامة الآخر محمد عبد الخالق حسونة بالإضافة إلى محمود رياض الأمين العام أحمد عسمة عبد المجيد بالإضافة إلى عمرو موسى الذي حكم أيضا الجامعة العربية بالإضافة إلى نبيل العربي وآخر من حكم الأمانة العامة للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ورغم تكتل العرب تحت قبة الجامعة العربية إلا أن قراراتهم لم يكن لها وزن ولا ثقل على المستوى الدولي وحتى الإقليمي فلم تتمكن الجامعة العربية لحد اليوم من اتخاذ موقف واضح وصريح إزاء القضية الفلسطينية فخلال العدواني الصهيوني على قطاع غزة سنوات 2008-2012-2014 اكتفى العرب بإصدار بيانات التنديد التي لا تسمن ولا تغني من جوع وإذا كانت القضية الفلسطينية حاضرة في أرويقة الجامعة العربية فقد غابت القضية الصحراوية على الرغم من أنها قضية دولية تناقش دوريا في الأمم المتحدة وعضو في الاتحاد الإفريقي الإخفاق الآخر لجامعة العربية يجرنا إلى غزو العراق فرغم رفض الجامعة العربية لشن الحرب الأمريكية على العراق كقرار خرجت به قمة بيروت سنة 2002 إلا أن الإدارة الأمريكية قف قصفت العراق وشنقت رئيسها صدام الحرب على ليبيا لإسقاط نظام عمل قضاء في محطة أخرى في تاريخ إخفاقات الجامعة العربية والتي منحت شهر مارس 2011 الضوء الأخضر لفرض حضر جوي فوق ليبيا كما انقسم العرب حول الملف السوري منذ بداية الأزمة سنة 2011 دون الوصول إلى موقف يحل الأزمة إلى اليوم وإذا كان موقف الجامعة العربية مؤيدا للمعارضة في سوريا فإنه كان مساندا للنظام الحاكم في اليمن ضد الحوثيين حيث وافقت الجامعة العربية على الضربات الجوية التي وجهتها السعودية للحوثيين تحت ما يسمى بعاصفة الحزم بمباركة عديد الدول العربية تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية خلال اجتماع الأخير لوزراء خارجية العرب المنعقد في تونس خلق انقساما في مواقف الدول العربية ففي الوقت الذي تحفظت لبنان والعراق رفضت الجزائر وتونس خاصة أن التصنيف جاء بمخلب خلفية سياسية تخدم مصالح بعض الدول كما ألقت الانقسامات والاختلافات في مواقف الدول العربية بظلالها على القوة العسكرية العربية المشتركة التي ظلت مقترحا لم يرى النور بعد بسبب معارضة الكثير من الدول وبعد سبعين سنة منذ إنشائها ووجودها لم تستطع الجميع العربية أن تفرض نفسه كتكتل له وزن وثقا شكرا لكم ريم وعيسى